اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انحصار هذه الكتلة الهوائية الحرارة التي اثرت على المملكة منذ فترة طويلة يوم الاحد تبقى الاجواء حارة درجات الحرارة اهلة من معدلاته مثل هذا الوقت من العام تشكل الغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعات الصبيحة وساعات الليل المتأخر تفاصيل اكثر حول هذه المعلومات نستعرض وياكم هذه الخريطة الجوية لتوزيع الانظمة الجوية المسببة لانحصار هذه الكتلة الهوائية الحارة واندفاع الكتلة الهوائية اخرى مختلفة الخصائص تكون معتدلة الحرارة حيث تندفع هذه الكتلة الهوائية الحارة شرقا باتجاه الهراق والجزيرة العربية وتندفع بالمقابل كتلة هوائية معتدلة الحرارة من منطقة البحر المتوسط باتجاه المملكة حيث تعمل على هذا الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الايام القادمة هذا بالان ويكمل العاصر عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود تقص غام جزئي بغيوم عالية 23 درجة مئوية اما بالنسبة لثلاثة ايام القادمة يوم 32 درجة مئوية متوقع كحرارة عظمى اما الصغرى 21 يوم ثلاثة المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة 28 درجة مئوية كحرارة عظمى اما الصغرى 20 درجة مئوية الاربعاء ايضا المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة 27 درجة مئوية وبالتالي تقص خريفي خلال يوم الاربعاء اما ليلة تنخفض ليسود تقص ماء للبرودة في العاصر عمان مع 19 درجة مئوية وارتفاع في نسب الرطوبة السطحية حيث تتشكل الغيوم المنخفضة والضبع فوق القمام الجبلية العالية بهذا نهاينا شرطنا الى اللقاء اشتركوا في القناة